ستنشب حرب عالمية ثالثة ستكون ولو عن طريق الخطأ حربا نووية انسحاب روسيا من أوكرانيا إسقاط الحكومة في كييف لو حدث وقتل جندي أمريكي بنيران روسية في الأراضي الأوكرانية ستنشب حرب عالمية ثالثة تذكري أن حربين عالميتين نشبتا في القرى الأوروبية في رقعة صغيرة من الأرض ولكن هذه المرة الخطورة أكبر من ذلك لأن هذه المرة الحرب العالمية الثالثة ستكون ولو عن طريق الخطأ حربا نووية ولكن ما سيحدث الآن هو الآتي بالفعل سوف تتمكن القوات الروسية بسبب تفوقها العدد وفي العتاد من إسقاط الحكومة في كييف من تقسيم أوكرانيا مؤقتا ولكن في نهاية المطاف تنشب الآن أو تنشع الآن مقاومة أوكرانية للاحتلال الروسي وكما نذكر القوات الروسية أرغمت في نهاية المطاف على الانسحاب من أفغانستان كما حدث في الثمانينيات ولا أستبعد أبدا أن المقاومة الأوكرانية التي سوف تدعمها الولايات المتحدة وحلف ناتو سوف تؤلف ميليشيات أوكرانية لمقاومة الاحتلال الروسي في أوكرانيا مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ربما إلى انسحاب روسيا من أوكرانيا اشتركوا في القناة